لكن النهاردة 5 يناير بداية عهد جديد للكرى المصرية أخيرا بعد سنتين ونصف من بعد كهس الأمم الأفريقية لنظمتها مصر عام 2019 اليوم تم انتخاب مجلس إدارة جديد بعد فترة تم تعيين فيها لجان مؤقتة شهدت فيها اضطرابات كثيرة جدا للقرى المصرية بسبب هذه القرارات والتعينات اللي جاءت من الاتحاد الدولي خلال الفترة السابقة عهد جديد نتمنى التوفيق للمجلس القادم أن يكون العدالة هو المعيار الأساسي في إدارة الكرى المصرية خاصة أننا خلاص على أعتاب منافسات كأس روم الإفريقية وجولة البداية يوم الأحد القادم بإذن الله وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني أيضا في حالة التريند النهاردة هنتكلم على استعدادات الأهل لكأس الربطة وطبعا النهاردة اليوم الثاني في التدريبات بعد العودة من الراحة السلبية ولسه قدامنا كمان 72 ساعة 72 ساعة عشان تكتمل الصفوف ويكون كل اللاعبين اللي بالتأكيد خارج الأجندة الدولية موجودين مع الآله في التدريبات وأيضا كمان بيتسو موسيماني يقود التدريبات خلال الثلاث أيام القادمة حالة فيها التفاصيل وكواليس ونلقي الضوء برضو على بعض الرمون الخاصة بمستقبل فريق الكرة خلال الفترة اللي جاية